بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فإن من مظاهر الرحمة التي أظهرها النص الشريف ولا تحتواها وبني عليها وجاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن نفسه وقال إنما أنا رحمة مهداة وأخبر عنه القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا المعنى اللطيف من الرحمة لا يتضح لنا بجلاء ووضوح إلا إذا قرأنا القرآن الكريم كوحدة متكاملة متضامة لا تنفصل فيها آية عن آية أخرى وكذلك مع كل هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي ترجمة حقيقية للقرآن الكريم ولما جاء في القرآن الكريم ولذلك من أراد أن يقرأ القرآن الكريم بمعناه الحقيقي الذي قصده الشرع الشريف فلينظر إلى مسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أم المؤمنين عائشة لما سئلت عنه وعن شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم وعن خلقه وأخلاقه قالت كان خلقه القرآن ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرآن يمشي على الأرض يترجم ما جاء في القرآن الكريم بهذا السلوك النبوي الشريف ولهذا فإنه ينبغي عندما نستبطن الرحمة ونقرأ الرحمة من خلف السطور ومن بعد السطور ومن خلال السطور ينبغي أن نقرأ القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة متكاملة لا يجوز لنا أن نجتزئ بعض الآيات لنأخذ منها شيئا يحقق أغراضا لنا دنيوية دون أن ننظر إلى الجانب الآخر أو أن نهمل الجانب الآخر أو أن لا ننظر إلى الآيات الأخرى ولذلك الإمام بن حزم رضي الله عنه عندما ألف كتاب المحلى وتقرأ في كتابه المحلى تجد أنه قد يستند إلى آيات لا تظهر عندك أنت أيها الخارئ في بداية الأمر أنها تدل على المطلوب ولكنك عندما تنظر في المجموع تلحظ بأن هذه الآية دال على المراد بالفعل وكذلك كان صنيع كل العلماء فحتى في مجال القصص في القرآن الكريم وفي مجال الأحداث التي ذكرها القرآن الكريم تستطيع أن تأخذ منها أحكاما شرعية وتستطيع أن تقول إن هذه الآية تنبيهني على أن أبتعد عن كذا إن هذه الآية تدلني على أن أفعل كذا وبصيغ عديدة وبأشكال وأنماط مختلفة فالقرآن الكريم بكل آياته لا يصح لنا أن نأخذ بعض الآيات وأن نترك الآيات الأخرى دون أن نقرأ لكل قراءة المتكاملة ولذلك مما وقع فيه أولئك الذين يريدون الحياة الدنيا ويريدون أن يصلوا بالنص الشريف من خلال فهم سقيم إلى أغراض دنيوية أنهم اجتزأوا بعض آيات القرآن الكريم أو أنهم أخذوا بعض المواقف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوها حجة دون أن ينظروا إلى المواقف الأخرى ودون أن يربطوا بين هذا الموقف الذي حدث أو دون أن يربطوا بين هذه الآية التي استدلوا بها والتي أخذوا بها وبين الآيات الأخرى هذا الذي حدث من عدم الربط وعدم القراءة المتكاملة أدى إلى خلل ولذلك عندما يأتون إلى آية في سورة التوبة والله سبحانه وتعالى يقول فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد إلى آخر الآية الكريمة فإنهم عندما قرأوا هذه الآية وأطلقوا عليها أنها آية السيف إلا أنهم لم يقرأوا الآية الأخرى التي جاءت بعدها بقليل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فحكموا بوجوب قتل كل المشركين مع أن الآية الأخرى أخرجت جملة من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الربط بين الآيات مطلوب ثم إنهم غفلوا عن كثير من الآيات التي تدل على الرحمة وتدل على المسالمة وتدل على الهداية غفلوا عن كل ذلك وأتمسكوا بهذه الآية فقط وإن أحد من المشركين استجارك فأجر ثم إنهم بعد إهمالهم لفهمهم للآيات الأخرى عمدوا وقصدوا إلى أن يجروا ويعمموا الحكم ويقولوا بأنه يجب قتل الجميع فعاثوا في الأرض فسادا استدلالا بهذه الآية لأنها تدل على أن الرسول أو أن المسلمين في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكلفوا بقتل مشركين محددين معينين لا غير ذلك وهم الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة دون غيرهم وإلا فأين أنت أيها الإنسان الذي لم تقرأ المشهد بكامله أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة المنورة ووجد توائف أخرى لم تؤمن به صلى الله عليه وسلم وظلوا على ما هم عليه من المعتقدات السؤال هو هل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قتلهم استدلالا بقوله فإذن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في شيء أبدا بل كان رحمة للجميع ولذلك ينبغي علينا ونحن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى أن نقرأه قراءة متكاملة لا قراءة جزئية ولا مجتزأة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم